موسيقى المولد الخامس ربما تاب الملك العادل ربما تاب الملك العادل عما صدر منه سابقا من أقباس العدالة من أقباس العدالة وأنوار العدالة التي أشرنا إلى قبس منها فراجع نفسه أقول ربما فعل هذا فراجع نفسه وتذكر أن جزاء الإحسان الإحسان وهذا واجب شرعا وأخلاقا والتفت إلى أن الجحود والخيانة والغدر ليست من شيمة الرجال ولا من الشرع ولا من الأخلاق لا أقول ولا من العروبة لأنهم ليسوا بعرب بل هم من المماليك ومن مماليك المماليك ففي الكامل في الجزء العاشر في صفحة 140 يقول ثم دخلت سنة 92 وخمسمائة سنة 592 هجري ذكروا ملك العادل مدينة الدمشق من الأفضل قال ابن الأثير في هذه السنة في السابع والعشرين من رجاب ملك الملك العادل أبو بكر بن أيوب مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي بن صلاح الدين ما هذا الانقلاب لاحظ كان صاحبين كان متعاونين كان متآمرين على صاحب مصر انقلب عليه وتدرج إلى أن أخذ منه دمشق هذه هي العدالة هذه قمة العدالة وهذا هو الصراط العدالة وكان أبلغ الأسباب في ذلك ما هو سبب يقول الرئيس هنا يقول السبب الرئيس هنا كأنما يحمل الأفضل السبب يقول بسبب وثوق الأفضل بالعادل ماذا يفعل عمه كيف لا يثق به وكان أبلغ الأسباب في ذلك وثوق الأفضل بالعادل وأنه بلغ من وثوقه به أنه أدخله بلده وهو غائب عنه ولقد أرسل إليه أخوه الظاهر غازي صاحب حلب يقول له أخرج عمنا من بيننا فإنه لا يجيء لاحظ يقول ولقد أرسل إليه أخوه الظاهر غازي صاحب حلب الملك الظاهر صاحب حلب أيضا ابن صلاح الدين هذا يعرف عمه يعرف أن عمه غادر وخائن يعرف أنه عمه العادل غير عادل فحذر الأفضل من عمه لكن الأفضل لم يسمع من الظاهر صاحب حلب حذر صاحب دمشق من غدر عمه العادل لكن صاحب دمشق لم يسمع من صاحب حلب يقول ولقد أرسل إليه أخوه الظاهر غازي صاحب حلب يقول له أخرج عمنا من بيننا فإنه لا يجيء علينا منه خير لا يوجد عدالة فإنه لا يجيء علينا منه خير ونحن ندخل لك تحت كل ما تريد نحن تحت امرتك فقط ابعد العادل يا ابن تيمية هذه العدالة التي تتحدث عنها طبعا تعتبر هذه من العدالة لأنه إذا كان عندك يزيد وعندك آل مروان من الأم من الأثنين عشر فطبعا يكون الملك العادل يكون عادلا ويكون نبيا بالنسبة لأولاك ويقول له أخرج عمنا من بيننا مثل ما هو عمك أذن هذا يساوي هذا أذن بأي شيء يتميز لاحظ التفت جيدا يقول له صاحب حلب يقول له هو عمك وعمي نعم لكن ما هي الزيادة عندي يقول أنا أعرفه من أي شيء يقول له وأنا زوج ابنته وأنا زوج ابنته ولو علمت أنه يريد لنا خيرا لكنت أولى به منك لكن يعرفه فقال له الأفضل أن تسيء الظن في كل أحد أي مصلحة لعمنا في أن يؤذينا هذه الثقة هذه العدالة هذا هو جزاء الإحسان هذا الأفضل ابن صلاح الدين هذا المسكين هذا الطيب هذا الذي وثق بعمه غدره العم غدره العادل طبق عليه العادل عنوان العدالة الخالص النقية فغدر به فقال له الأفضل أن تسيء الظن في كل أحد أي مصلحة لعمنا في أن يؤذينا ونحن إذا اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العساكر من عندنا كلنا ملك من البلاد أكثر من بلادنا ونحن إذا اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العساكر من عندنا كلنا ملك من البلاد أكثر من بلادنا وهذا كان أبلغ الأسباب ولا يعلمها كل واحد هذا ابن أثير يتكلم يقول وهذا كان أبلغ الأسباب وهذا كان أبلغ الأسباب ولا يعلمها كل واحد